اشتركوا في القناة قبل ما نبتدي البرنامج كالعادة اسمحولي أرحب بزميلة العزيزة راني صالح محمد أهلا بيك يا محمد بني خليك أهلا بيكم كل مشاهدي قناة الصحة والجمال أهلا بيكم في برنامج وحلقة جديدة حلقتنا النهار ده مهمة جدا بتتناول شريحة كبيرة من الأسر المصرية موضوعنا مهم أرجو متابعة الحلقة وإن شاء الله تكون مفيدة وحلقة جديدة وناس من بلدنا طيب إحنا الأسبوع اللي فات طبعا لازم يكون فيه تواصل ما بيننا وما بينكم مش مجرد بس إن احنا بنطلع يوم الجمعة لازم كل مشاهدي الناس من بلدنا يعرفوا أهم الأحداث في خلال الأسبوع اللي فات فيه حدثين مهمين جدا هاخد الحدث الأولاني في محطة القطر في اسماعيلية الناس وقفين فجأة فيه بنت وعد جنب القطر ما بين الرصيف وشريط السكة الحديد أبوها ما فكرش ما فكرش رمى نفسه فوق منها علشان خاطر يحميها الفيديو لما شفناه كان مرعب أنا بس بحط نفس مكان أبوها ما فكرش ما ترددش الضنة اللي احنا بنتكلم فيه يعني إيه ضنة يعني حتة مني يعني روحي علشان كده ما فكرش ورمى نفسه ما فكرش في أي حاجة ما كانش ليه أي حسابات خالص في نفس الوقت كانت على القنوات الفضائية زي ما حضراتكوا عارفين الأب اللي تنكر لولاده وقال حتى ان هم مش ولادي للأسف فنان معروف للأسف ما عندوش قلب أو قلبه ما وجعوش معرفش عن إيه ضنة ما شابش الفيديو ده زي ما احنا شوفناه معاكو ما تواجعش كانت حاجة لازم أنوه عنها بجد علشان أقول شابوه ناس من بلدنا الشهامة والجدعانة والفروسية والوطنية وخفد الدم والدم الحامي هما دول المصريين اللي احنا بنحبهم واللي احنا طالعين علشانهم الحدث التاني ما كانش في مصر لكنه أثر على العالم كله فيروس كورونا حاجة بسيطة جدا ناس كتير جدا حللت ناس معه وناس ضد وليه ومش ليه وده كاترة وخبراء واقتصاد ودنيا أنا هجمل لكم دي كلها في كلمة بسيطة بس شوفنا كلنا فيديوهات كتيرة جدا من الصين بيأكلوا ايه بيشربوا ايه وصلت كمان للوطويت وصلت لحاجات غريبة جدا فالطبيعي الطبيعي بتتدخل إرادة ربنا سبحانه وتعالى لما نيجي ان احنا نغير خلق الله لازم تحصل اوباء زي جنون البقر وانفلوانزة الخنزير وانفلوانزة الطيور حاجات رهيبة جدا ليه لان احنا اللي بنفحر احنا اللي بننكش كبشر ليه ناكل فاكهة الصيف في الشتاء وليه نطلب فاكهة الشتاء في الصيف وليه نغير ليه دي حمرة لازم نخليها خضرة والخضرة لازم نخليها صفرة ليه بنغير خلق الله ليه لابد ان يكون الرد كده مش عايز اطول عليكم بس بجد 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 ومذكورة في القرآن ان اللي بيحاول يغير خلق الله لازم بيكون في عقاب يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم في امور مسلمات لازم نسلم بيها الطبيعة والفطرة فده كان حدث هز العالم كله فيروس كورونا ربنا يحمينا ويحمي مصر ويحمي المطالة العربية ويحمي الانسانية والبشرية كلها احنا بنحب الخير لكل الناس طبعا هنكمل برنامجنا بس الاول هنخرج فاصل سريع ونرجع علشان نستكمل الموضوع الاسبيل تيرانيا قالت عليه موضوع مهم جدا 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 لأول مرة في ناس من بلدنا وافتكروا الحلقة دي كويس فاصل ورجعين